أعلن مدير الموانئ السورية أكرم إبراهيم أمس الخميس إغلاق جميع الموانئ السورية في وجه الملاحة البحرية بسبب الحالة الجوية وقال إبراهيم لوكلة الأنباء الرسمية سانا إنه تم الإغلاق ميناء طرتوس التجاري وميناء بانياس مصب النفط وميناء اللاذقية ومرفع جزيرة أرواد وميناء جبلة إضافة إلى الموانئ الصغيرة في وجه الملاحة البحرية حتى إشعار آخر وأرجع إبراهيم السبب إلى اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية التي من المتوقع أن تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى 85 كم بالساعة وأطلقت مديرية الموانئ تحذيرات إلى كل السفن والموانئ الصغيرة التي تحوي مراكب لاتخاذ إجراءات الحيط والحذر لمواجهة العاصفة